ختاما كانت سيدة مسنة تملأ الماء كل يوم من نهر القرية بإناءين مربطين بعصى على كتفيها أحدهما مشوخ يتسرب منه الماء على الطريق ويصل إلى المنزل بنصف الحمولة بعد سنتين من التسريب نطق الإناء المشوخ وقال لسيدته أنا خجل من هدر تعبك في نقل الماء اتسمت العجوز وقالت للإناء ألم تلاحظ الزهور التي فرشت الطريق من ناحيتك فقط؟ لقد غرست البذور على طول مسارك وهذه الزهور التي تزين منزلي أنت تسقيها وأنا أقطفها فلو لم تكن مشوخا لما كان منزلي جميلا لنتقبل ثغرات من نعيش معهم وليتحول اختلافنا جمالا وقوة إلى اللقاء اشتركوا في القناة